موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبائبي طلاب التوجيه اليوم نأخذ الجزء الرابع من الوحدة الثانية تكملات القواعد كثير سهل وكثير بسيط لأن نأخذ نفس ونهدأ ونسترخي وخلينا نعمل مراجعة لكامل الوحدة جدا مهام يا جماعة الخير انك تكون متابع الكلمات اول باول ما تخليهم يتراكم عليك ومرة على مرة من كثير ما من عيدة يعني بتمشي الامور ان شاء الله حكينا under pressure ايش يعني under تحت وpressure الضغط حكينا عن time management tips يعني نصائح دارة الوقت حكينا wasting time ايش يعني wasting بالضيئ الوقت you are not alone حكي لك انت لست وحيدا والناس fail to manage time بيفشدوا انهم يديروا الوقت فعشان هيك there هناك في on the market متوفر في السوق كثير من البوكس lots of books كثير من الكتب وعشان هيك بدي أعطيك tips ايش يعني tips time management ادارة الوقت شو tips الاولى قال لك important مهم انك تعمل revision time table جدول مراجعة ايو وستطيع لك remember اذكر ان listing things انك تحط الاشياء تحطهم في ليستة ايو isn't the same as doing them ليس مثل انك تعملهم فانت يوم ما انت decide تقرر which task have the highest priority اي مهمة الى اعلى اولوية بعدين حكالك inevitable شعني inevitable حتمي شو الحتمي انك ايه هتوال شعني هتوال تضرب في حيطة فعشان هيك حكالك persevere ثابر او try having a short break خذ ايه استراحة قصيرة اللي بعدها قال اذا انت under stress no point يعني ما في هدف ان making yourself ill تخلي حالك مريض make sure كن متأكد eat regularly and healthly كل بايه بانتظام ايه وبصحة ولو كان الاشي hard صعب get enough sleep خلناهم كفاية تب الاخيرة قال انت ما بتقدر لبراين تعمل work and demand ما بتقدر تعمل انه لبراين يعمل عند الطلب don't spend too long on one task ما تمضي وقت طويل على ايه مهمة واحدة و divide large tasks قسم المهمات التطالي الكبيرة into smaller parts than مؤجزاء اصغر reward yourself كافي نفسك حكينا في ناس بتعمل execuces execuces تعمل اعضار والاكسبرت بيحكوا لهم الخبراء انه break this habit اكثر هاي العادة انك تصير aware of مدرك حكينا right time الوقت المناسب never arrives ابدا لن يصل best time افضل وقت ناو شعن ناو الان حكينا ايش يعني available to buy on the market متوفر للشراء starting to notice aware of تبدأ ملاحظة انك تصبح مدرك studying before an exam تدرس قبل الامتحان exam revision are the most important have the highest superiority أعلى أولوية don't give up my persevere ثابر purpose my point whenever they want it عندما هم يريدون مع on demand give something good أعطي شيئا جيدا مع reward ماذا يريدون كافي وبعدها أخذنا عن في عنا بول ايش يعني بول استطلاع استطلاع كيف المشاكل المالية أخذت من الانفيرومنت كيف المشاكل المالية أخذت من البيئة كان سأل 12 people 12 thousand people between 14 and 18 من 14 و 18 ايش هما worried ايش هما قلقين حوله شو كان الفائز finding مقارنة مع الانفيرومنت كان المخاوف البيئية كانت أولا فهذا أظهر تغير في الاتيتيوت في الموقف شو التغير اللي صار طب ليش صار في عنا دبت في عنا ناس واقع في الدين صار في عنا منهم يمروا بالامتحانات يعدوا الامتحانات أهم وكان مقتددا وكان مقتددا مستنع انه كان بسبب تغير في سوق الوظائف ناوديز الناس الحين يعني الأيام الحالية صار في عندك رسوم الجامعات بترتفع رسوم الجامعات بترتفع يعني يقول لك حتمي انه رح يضال ديون ضخمة مقابل 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 يعني كانت شخصية شخصية مقابل من المقابل مثل علاقات صحة ومتع المقابل تلائم مع الأقرام كانت شمالها تتعرض لا تتعرض خائبة الأمل لكن ليست متفاجئة في انخفاض مقابل فقال لك انه مش المخاوف البيئية أقل خطورة فقال لك لا شيء نستطيع نعمله حوله والناس شان غير صبرين وبعدها يا حلوين يعني شو يعني مقتنع بمعنى بمعنى شور الآن الأيام الحالية بمعنى المترجم المترجم حتمي بمعنى ممتاز لتحفظ شخصي شخصي مقابل 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 غير صبر غير صبر غير صبر غير صبر لا يريد أن تنتظر سورة مقابل النفينة والعين حكينا في القاعدة السابقة إن في عندي كلمات سواء كلمات قد أخذ ومجرد كل ما تأخذ هذه كلمات ومجرد لحظة النابلع تكنيان تأثير تزداد تدخل تبقى تطبيق تخطي تحمر تأثير تحاول تساعد تقل تخفز تساعد تقل تقل تقول تقل الكلمات يتيجي بعدها ING أنتظر تحصيل تشعر الإطلاق تقل تفب تطبي تكشف تبق تفاق تقل اضعوا لكل اياتهم وبعدها اخذنا عن بعض الكلمات اللي بتاخذ مع اون اسماء بتيجي مع اون هنحكي لها مصطلح فتحكي تحت الطلب ونذوي على الطريق متعمد أو عن عمد على رحلة عم عند الطلب عند الوصول عند الخدمة في الوقت المحدد بهذا الاشي هذا مهم نكون ايضا نحفظهم وبدك تدير بالك اليوم بنا نأخذ تكملة القواعد حكينا عندنا مجموعتين قبل وضال عندنا كمان مجموعتين بس القواعد اليوم أسهل بكثير من المجموعات السابقة يعني مش نفس الحفظ أخاف بكثير كحفظ قلنا في عنا اشي بياخذ مجرد وقلنا في اشي بياخذ طيب المجموعة الثالثة طالع المجموعة الثالثة قلنا في عنا قلنا في عنا وقلنا في عنا وقلنا المجموعة الثالثة سي يوجد كلمات كلمات تأخذ بعدها to ومجرد أو ing دون حدوث اختلاف في المعنى ما في اختلاف في المعنى شو هم الكلمات هذول لأن كلمات اللي هي start 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 continue هذولة ايش بيجي بعدهم to ing بدون اختلاف وهذولة مش راحات يجي معكم في الامتحان معمورهم مش اجوا ليش معمورهم مش اجوا لأنه بزبط الشكتين يعني كيف بدي يصلح لك و بزبط الشكتين فعشان هيك صعب جدا start بمعنى يبدأ start ايضا بمعنى يبدأ continue بمعنى يستمر بمعنى تمام هذولة كدير بمعنى 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 إلا إذا كان قبلها إذا كان قبلها بهذا الشكل إذا بيجي قبلها بهذا الشكل شو بتأخذ وهي ملاحظة مهمة ديروا بالكم في كلمات بتأخذ مجرد أو دون حدوث اختلاف في المعنى هذولة الثلاثة كلمات ومش راحتي يجي اللي بيجي ممكن يجي بمعنى يعجب ويحب بمعنى يكره هذولة يوم ما بيجي بعديهم ممكن تحط ممكن تحط وكتب تحط إذا في الشي ود إذا في ود شو منحط هذا هو القسم الثالث آخر قسم وهو أهم قسم اللي هو القسم الرابع دي يوجد كلمات يأتي بعدها to أو ing مع حدوث اختلاف في المعنى كيف يعني ما حدوث اختلاف في المعنى يعني إذا أجى قدامها تو بيكون إلها معنى وإذا أجى ing بيكون إلها معنى وهما بس كلمتين الكلمة الأولى stop توقف وكلمة الثانية ايش remember stop و remember كيف بتيجي قصتة هاي طلع كيف stop بتأخذ ing طلع لحي ing صح وكتيه يوم ما يكون معناها توقف مباشرة دون إبداء السبب كيف يعني بتقول أنا أوقفت التدخين هاي بطلع بتقول stop stop وتقول smoke بتحط لها ing أنا طبع أوقفت التدخين I stop smoking أو I stopped smoking طيب وكتيه بتأخذ بتأخذ ing بتأخذ to يوم بيجي معناها يتوقف من أجل شيء محدد كيف يعني توقف من أجل شيء محدد يعني بتقول أنا توقفت لشراء الخبز بتقول هاي I stop بتحط بعديها إيش to وبعدها وبعدها buy bread I stop to buy bread أنا توقفت لشراء الخبز هاي هي معناها to كمان مرة بتقول لي stop معنيين توقف مباشرة وتوقف من أجل شيء التوقف مباشرة بياخد ing توقف من أجل شيء شو بدك تحط بدك تحط طيب بعد ثاني remember هاي بتأخذ ing وأنا إيش بتأخذ to واختير remember بتأخذ ing يوم بيجي معناها عندما يكون يتذكر شيء حدث في الماضي يوم ما بتتذكر إيش صار في الماضي شو بتحط ing ديروا بالك كيف يعني بتقول أنا بتذكر أول يوم دخلت فيه للمدرسة أنا بتذكر أمي وهي بتغني أنا بتذكر كذا من كذا ديروا بالك وطيب to كتب تيجي to تو بيجي معناها يا جماعة الخير بتحط لها to عندما معناها يتذكر شيء يجب أن يقوم به بتقول أنا بتذكر إيش لازم أسوي يوم بتيجي مثلا must و should زي يجب ولازم وبهاي الطريقة وينبغي الى آخرة هدوه اليوم بتشوفهم شو بيكون تو بقول I must remember to هاي كي بتعطي مثال مثلا تقول I must remember to do to do to do my home to 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 ما شفتهم مش شو بتحط ing يعني شفت في الطريق قوي وبرجع في الأخير على المعنى يا صراحة هنا المعنى بتحط ing هاي مثلا بتشوف أي شيء في الماضي زي إيش mother شفت أم يعني تذكر mother first أيضا أول يوم إلى آخرة بمعنى أول اليوم الأخير أول يوم إلى آخر شكرا 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 طيب واضحة كيف يعني اجد كمان مرة استوب ing يوم ما بيجي توقف مباشرة to بمعنى توقف من اجل شيء المترجم للقناة وعسب المثال بيغني يعني إلى آخر هاي دلاء ايش بتتذكروا هاي دلاء لها مست وشد مست لازم وشد ينبغي هيك المعنى واضحة كيف فاضول وهيك قواعد الوحدة هاي شو ما لها بتكون انتهت هاي قواعد الوحدة ببساطة لو انت يجي ألخص لك قواعد الوحدة كل اشي حكيناه من أولها في اشي بياخذ مجرد واشي بياخذ في عندي اربع اقسام اشي بياخذ مجرد وطو دائما هذول الافعال بدك تحفظهم اشي بياخذ هذول الافعال كمان اذا بتقدر تحفظهم او بتحفظ مجموعة والمجموعة الثانية تحسيل حاصل في انك المات بوخد دون حدوث باختلاف في المعنى زي ايه زي start to begin continue و like و love و hate دير بالك على like و love و hate تأخذ بعد ing إلا إذا كان قبلها a would بهذا الشكل تأخذ بيجي تذكر حدث في الماضي بتحط ing وإذا بيجي إشي لازم تعمل وشو بتحط to واضح طيب والحين يا حلويا شو بدنا نعمل بدنا نعمل عندنا نحل الأسئلة يلا نكمل الحين حل الأسئلة اللي أجاد في الكتاب وطالما أسهلهم ورح نعلم الدلائل اليوم ما بدنا نحل تباتل to وال-ing لاحظ هنا تطلع start و begin أو start و begin بتقدر تحط hey بتقدر تحط ing continue بتقدر تحط to بتقدر تحط ing طلع like بتحط إلى ing و hate بتحط إلى ing وهنا حطنا ing love بينما هنا تطلع i would بتحط to i would شو بنحط to i would بنحط to دير بالك وهذا الحكي اللي حكيناه باختصار هاي نحن نطلع هون هاي 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 نحن نعطيك بين like و love و hate بتشوف would شو بتحط to هاي بتحط الفعل زي ما هو بتحط قبلوتو بقول i'm happy here in the country i would hate to live in a city أنا سعيد هنا في الدولة أنا سأكره إني أعيش في المدينة مع أنها غريبة يعني a country side لازم في إشي هي likes listening to music طيب هنا في ود لا حطينا شو ing هنا في ود نعم شو بتحط like love it's her favorite way of passing the time أيش يعني passing إن تعدي أو تعبر الوقت would you like to love or to go out to the theater this evening سترغب إنك تذهب خارجا اللي المسرح هذا المساء most young people hate getting up طالما تحط hate تحط لها ing early when they are tired معظم الناس والشباب يكرهون الاستيقاظ مبكرا عندما هم متعبون he would like to be a famous film star it's his dream هو يحب إنه يكون نجم سينمائي أفلام مشهور إنه حلمه he want to be if I had the chance I would like to study in another country إذا أنا عندي الفرصة أنا سوف أحب أن أدرس في دولة أخرى لاحظوا he would الدليل would وإنما بتشوف would مع like love or heat بتحطوا للفعل ولا أسهل منها علامة في الجيبة هاي بيجي لك علامة علامتين عليها اللي بيهمنا يا حلوين اللي بعده هاي stop remember طلع معي هنا stop working أعطي سبب بقول لك توقف العمل توقف العمل فأنت بتقول إيه هو توقف العمل فمنحط ing ما أعطي السبب طلع حون stop to ask the way كلمة the way هنا هنا الدليل the way بمعنى الطريق بتحطه واحد بيقول لك remember to eat تذكر أن تأكل هذا إشي لازم تعمله فمنحطه طيب تطلع school exams إشي في الماضي I remember feeling شو حط لها ing هانا ماضي هانا شيء يجب القيام به بتقدر تعلمها على الدليل باختصار يلا نعلم الدلائل هون وجدا سهل the first thing أول إشي مع remember شو بتسلخ على طول ing ليش أول إشي من الدلائل حطينا للفعل ing وهي كمان my mother كمان دليل my mother singing أمي تغني بمعنى أول إشي أنا بتذكره سماع صوتي أمي تغني واحد بيقول لك you shouldn't مدام shouldn't على طول شو بيقول لك stop betraying على طول ing أنت لاجب أنك توقف المحاولة واحد بيقول لك ما توقف محاولة ما قال أي إشي غيره I must هاي فيه must الدليل to boast حطه واضح if you are getting confused remember هي تذكر واحد بيقول لك تذكر مدام أجد بصيغة الأمر بتحطها to هي دليل إذا أجد في بداية الفقرة أو في بعد الفاصلة بتحط لها to إذا أنت تشعر بالارتباك تذكر أن تفكر حول ما أنت تريد أن تقول I remember أنا أتذكر surprised when I first هي كما كلمة first hear the news أنا أتذكر شعوري بالمفاجأة هيحطين I-N-G why walking along the street مدام شوفنا street عطوا بتسلخته وريح راسك يا جماعة الخير stop إذا بتشوف street to way or road بتسلخته ما شوفتش هالكلمات بتسلخ I-N-G remember هذا لابدك الدح وأنا بحب أنك الترجم يعني الترجم هي الأساس remember إذا بتشوفها في أول الجملة أو بعد الفاصلة بتحطه على طول إذا بتشوف كلمة first وإشي ماضي على طول بتحط لها I-N-G واضح جدا سهل وهذا مهم هذا بيجي عليه علامتين علامتين ثلاث علامات مقاد بيجي أربع خمس علامات بين I-N-G و II واضحة خمسة ما بلزمني معنى صراحة وهذا بلزمنيش وهذا يا جماعة الخير عن التعبير يعني تعبيركم نعطي عن lead advice نصيحة في الجدول ومننا نحط الجمل في الترتيب الصحيح هذا إن شاء الله بعمل لكم مرة القادمة مع الأسئلة الإضافية مش مهم كثير بنعمله مع الأسئلة الإضافية مراجعة وأسئلة امتحانات ثانوية لعما كل شيء أجعل هذه الوحدة منحل المرة القادمة ودرس منيح قواعد سهلة والإنجليزي مادة سهلة ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر